بتزامن مع العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة والاشتباكات بين القوات المتوغلة والمقاومة في شمال القطاع والمدينة فإن الحرب على المستشفيات التي أطلقها الاحتلال مستمرة وأدت إلى إخراج 21 مشفى من أصل 35 عن الخدمة في القطاع مجمع الشفاء الطبي وسط مدينة غزة المستشفى الأكبر في القطاع تحول إلى ساحة حرب مفتوحة وفق المتحدث باسم وزارة الصحة حيث تواصل قوات الاحتلال تصعيد هجماتها وقصفها المكثف على محيط المستشفى وووادته وقرب ساحته مستهدفة كلما يتحرك مانعة التنقل بين أقصامه ومع انقطاع تيار الكهربائي فإن حياة مئات الجرحة في العناية المركزة مهددة وكذلك حياة الأطفال الخدج الذين أخرجوا من حاضناتهم بسبب انقطاع خط الأكسجين عن مستشفى الشفاء وليس ببعيد عن مستشفى الشفاء فقد تعرض مستشفى مهدي للولادة في حي النصر لقصف إسرائيلي أدى إلى استشهاد طاببين وجرح نازحين في المسفى إلى هذا يفرض الاحتلال الإسرائيلي منذ أيام حصارا على مستشفى العيون ومستشفى الرنتيس التخصصي للأطفال ومستشفى النصر للأطفال التي لم تسلم من استهدافات الاحتلال ومع استحالة التحرك لدفن الشهداء وتكسد الجثث في أروقة المستشفيات وساحاتها أعلنت إدارة المستشفى الإندونيسي تحويل ساحة ملعب كرة قدم رملي بجوار المشفى إلى مقبرة جماعية لدفن شهداء مجهولي الهوية أما مستشفى القدس الذي أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن الدبابات الإسرائيلية باتت على بعد أمتال منه فإن قناصة الاحتلال استهدف النازحين فيه ما أدى إلى سقوط جرحة فيما تجرى عمليات على أضواء الهاتف مع استمرار انقطاع الكهرباء